إذا كانت الصراعات والدبازات الرغبة الجنسية تتقل والذاكار تيفشل وإذا كانت المحبة الرغبة الجنسية تتزيد والذاكار تينتصر أولا نذكركم برقم الواتساب هو 06-64-00-33-30 نحوذو 06-64-00-33-30 ورقم العيادة 05-22-26-90-52 العيادة موجودة في الدار البيضاء في وسط المدينة ريبر الكورا الأراضية بنسمه يا عبد الله تقدروا جيوا من أي منطقة في المغرب ونزلوا في الكازابور وجيوا أعلاج لكم حتى العيادة إذن هذه الحالة لواحد سيد شاب اللي كان جوج هو من المغرب وجوج يعني من دولة في الخارج المغريب من أوروبا الحمد لله كان بدأ المشوار للحياة دياله في المغرب وبدأ الحمد لله يعني الأمور ماشي عنده مزيان من بعد يعني حقيقة جاته فرصة فرصة واش هي فرصة ولا ماشي فرصة نحن رأي نشوفه باش على أنه يزعم شي وحده من الخارج يعني أبغاته وقوع عليه ضغوطة عائلية حقيقة لأنه كان بدأت تجارة دياله في المغرب والحمد لله يبدأ ماشي مزيان ولكن المهم يعني كانت عنده علاقة حقيقة مع السيدة اللي رأي تجوج بها والأمور كانت ماشي مزيان كانت لأن تشوفها ساعة ساعة يعني ما كانش عارفها مزيان إذن المثل تقول تتعاشروا عاد تتعرفوا متعاشر الإنسان عاد تعرف الإنسان عن الحقيقة دياله وجدك الراجل مزيان أو لا وجدك المرأة مزيانة وجدك تفهمه أولا لا أمامني تكون هاي الخطوبة وانتعي من بعيد ومن قريب يعني ما زال يعني حقيقة ما نتكتشف الحقيقة الشخصية ديالك الإنسان الآخر المهم خل المشروع دياله في المغرب اللي كان ماشي مزيان مشا للخارج يعني حقيقة بدأ يعني تيدير شي خدمة اللي ماشي هي من طبيعات العمل دياله أجو وجد مهم بدأ شابت المرأة للخارج وهنا بدأوا الصراعات بدأوا الصراعات بنوبنا اكتشف على أن المرأة اللي كان زعمت أيضا أنه هي هي ماشي هي هي أبقى وبدأ بزيت وعدم المفاهمة المرأة عند الكاركتير دياله واقف تسقو الكحال كحال بيض بيض وتتعرف المثال العائلات التي يكونوا عايشين في أوروبا بعد النوبات الشخصية ديالهم والتكوين ديالكم تيكون مختلف على التكوين مثلا عندنا في البلاد في المغرب ماشي بحال بحال المهم بدأ يخدم دابا شي خدمة اللي تهي مشي زعمة من ناحية المعناوية كان في المغرب يعني الحمد لله كيما قلنا الفير دياله ماشي مزيان والسي تيربح يعني الحمد لله يعني بدأت قريبا تيربح وحد ألف درام في النار مزيان نعمة وبركة يعني بك كان ماشي كان يقدر يربح تدك ألفين وثلاث ألف درام في النار ومشروع دياله كان ماشي مزيان المهم هو دابة من الجوج كما أشرنا بدأت الصراعات وبدأت الرغبة الجنسية تتقل وحتى تذكر تيفشل يعني هذا القضية يعني مهمة حسنا نعرف على أن أنت تكون الصراعات الزوجية عشنو تيخلق تيخلق يعني الكراهية ذلك الصراعات تيكون شد لنقطع لك يعني عدم التفاهم عدم المحبة عدم العشق وهنايا إذن تيوقع الدبازات والصراعات ومتى يبقى لا الرجل تيبغي المرأة ولا المرأة تتبغي الرجل والرغبة الجنسية متى تبقاش والدكار متى ينتصبش وخاء أنه صغير 35 سنة وقويم فورمي ولكن حقيقة يعني ما بقعتش عنده الرغبة الجنسية والدكار يعني يعني تيفشل هذه القضية يعني مهمة حسنا نعرفه كل ما اكترت الصراعات بينك ومن المرأة كل ما ما تتبقاش الرغبة ولي كل ما ما تتبقاش الرغبة ما تيوقعش الانتصاب تيقدر يفشل واختكن صغير والعكس صحيح يعني كل ما تيكون ذاك المحبة والعشق بينك وبينها وهي تتبغيك أنا دايما تنقل على أن الفياغرة الحقيقية هي المرأة مش هي ذاك الفانير المنشطة اللي تتشيري لا إلا كانت المرأة صغونة تترجع صغون إلا كانت المرأة باردة تترجع بارد إلا كانت الصراعات وكذا سوف تتخلق لك يعني تتسمم لك الداتة ديالك وهنا هي ما تيبقاش عندك الرغبة فيها أواش نطرالو دهبان المشكل هو أنه من قبل يعني كانت عنده علاقة زوجية معها وجنسية بزيان ولكن من زوجه حقيقة ذاك الصراعات قلات هي المرأة اعتقدت على أن مادم قلات يعني ذاك العلاقات قالت أشنو هذا السيد من قبل كانت هناك سمعيها بزاف دابا تنعس معيها قليل عندك تكون عنده شي علاقة ولا شي عاجة مشات شهرات بين العائلة دياله والعائلة ديالها والجيران والأحباب وكذا وكل شي عارف على أنه فلان بن فلان يعني ما بقاش نعسمع مراته بزيان هو من يسمع هذا الكلام ترتق ومرضاش طبعا هو الرجل يعني الشيء الأساسي اللي فيه أشنو هو؟ الضاكار دياله يعني احنا تيجيونا مثلا من المغرب من كل أنحاء المغرب من الصحرات يجيه دا 24 ساعة وهو جاي في الكار تيقولك لا أنا بغيت نشوفك علاش؟ لأنه يعني الضاكار دياله هو كل شيء الرجل يعني هو الضاكار دياله من تصابه للرغبة وللقاتب السرية وللقاتب السرية وللقاتب الأشياء حسنو يشوف إذن الحقيقة يعني هي خطأة وحد الخطأ كبير على أنه شهرات به شهرات به وفضحاته يعني هو عادي ولكن ذاك الصراعات اللي بينات وما بقاش عنده الرغبة سنورمال يعني كيفاش بحده بارة نعسمع شي وحده وانت الدباز والقطاع وكاده وسميته تتهرب ذاك الرغبة ما تتبقى الرغبة له ولو وتيب عاد الإنسان صافي ما عندك شا الرغبة لأنه الدباز والصراعات ولكن يعني دب هذا خطأ كبير دعني تنصحكم دائما سوأنا رجل ولا مرأة إلا كان شي مشكل مثلا عند المرأة أو لمشكلة عند الرجل وخصوصا من ناحية الجنسية أن الناحية الجنسية عند الرجل هو اللب دياله هو الأساس دياله ممكن يعني تعايره كذا شي عاجا ولكن ما تعايروش فاتكر دياله أو لا فرغبة دياله أو في المعناوية ديال الرجل ديال تخلو تماشي رجل ولا تذكر صغير أو لا شنو طرالك أو لا متقف أو لا شيء أشي بحلاكة أنت تبغي تقضي على الرجل وبني سمع هذا الكلام صافي زادك رحب حقيقة ما بقاش عنده رغبة تماما دياله دياله دوز له قال لي دياله في العياذة قال لي أنا ما بقاش عندي رغبة ما عنديش تماما إن شاء الله قارك تفرق مني ومنها ما بقاش عنديش رغبة دياله شنو قلت له طب هي عادي إلا ما عندكش رغبة تجاه المرأة يعني أنا يعني من كله شي ينتصب وعليش هينتصب علش هيوقف ويعطيه سلام هيوقف ويعطيه سلام علش هي وحدة تتبغيك يعني متى تكون تتبغيك وتتعشقك واللي تقول لواحد المثال لمرأة الحلاحة حسن من لمرأة سحارة لأن هي تتعرف كيفاش تدير لك خلاص لا تعلم بي تجيبك ولعني والرغبة تترتق والذكرت هو تترتق هو معك ولكن إلا كان شد لين قطع لك تصلت عندي بحال ضربة القاضية متى يبقى لا رغبة لانتصاب لو بتشي عاش لذلك هاد الأسرار من ناحية الجنسية عمرك ما تفشيها الجانب الآخر للناس لأن الناس أحسوا مهيفا يعدوا وليسمعوا هاد الكلام شنو يقولوا آه فلان بن فلان متقف مسحور ما عندو شي يعني ماشي راجل ماشي كادة ماشي سميتو ومرأة يرضعش متى هاد هاد يعني الأسرار ديال الإنسان عمرك مدفوح بها أبدا وخصوصا من ناحية الجنسية ستبقى دائما بين رجل ومرأة لا أحد يعرفهم إلا الطبيب إلا كان مثلا شي مشكلة راتمشي مثلا يعني مثلا هو موقع شعنت وذلك نقوله الرغبة راتمشي انت هو رجلك عن الطبيب مختص في اطرابات الجنسية يعني باش يشوف شنو المشكل على أي حال دهبه هو حقيقة هو جمال المغرب مجال الخارج يعني وتكرفص دهبه في الخارجين جميع النواحي تكشي باش الإنسان اللي كان في البلاد دياله مزيان علاش غير يحرك علاش غير يحرك علاش غير يحرك مكرم ومخير مزيان إذن جانب آخر وتنعوده على أن الأسرار للناحية الجنسية عمرك ما تقولها للناس الآخرين لربك ولا يمك ولا خالتك ولا عمتك ولا تشعاجة ستبقى بينك وبين الغمر إذن هات القضية يعني مهمة لأي حال هنعطينا دبع إلاج وننتبعوه النوبة في الشهر يعني هو دبع عنده اكتئاب عنده مشاكل في الرغبة عنده مشاكل في انتصاب عنده مشاكل صراعات زوجية إذن الأمور معقدة بزاف لا يكلف الله نبسا إلا وساعة حالنا نتبعوه نتمنى على الله الأمور تمشي بخير نتمنى أنكم تستفتون هذه الحالة شاركونا في سبوك دكتور بن يشو يوتيوب دكتور بن يشو أنستغرام دكتور بن يشو وتيك توك الدكتور بن يشو موعدنا كل يوم الاثنين على الساعة العاشرة بالليل رقم واتصاب 06-60-00-33-30 وليس الوانساب فقط للفحص وليس الستشاراء رقم العيادة 05-22-26-90-52 شكرا لكم شكرا لكم